لا تزال عقدة البرلمان تؤرق التيار الصدري الذي صدم مجددا بقرار المحكمة الاتحادية النهائي بعدم حل البرلمان وفي ذلك تنقل المحكمة رسالة صريحة من الإطار التنسيقي أنهم ماضون في تشكيل حكومة جديدة قبل التفكير في إجراء أي انتخابات جديدة ويبدو من خلال قراءة هذه التطورات أن قوى الإطار التنسيقي غير مستعدة لتنازل عن أي شيء لترضية التيار الصدري كما أنها صمت الآذان عن الدعوات التي تلقتها بضرورة إشراك الصدر والالتفات إلى مطالبه ليبقى الأخير محجورا في زاوية التهميش السياسي إلا إذا كسر عزلته وحرك أنصاره مرة أخرى لاقتحام المنطقة الخضراء تكرار هذا السيناريو غير مستبعد حيث لم يحقق الصدر أدنى مطلب من مطالبه وهو حل البرلمان بعد أن ترك الجمل بما حمل للإطار التنسيقي عندما انسحب من البرلمان وتلاشت مكاسبه التي حققها بالانتخابات السابقة اقتحام أنصار الصدر البرلمان مجددا فيما لو أصر الإطار التنسيقي على المضي بتشكيل حكومة جديدة سيناريو يلوح في المسرح السياسي حيث هذه الطريقة هي الوحيدة المتبقية لدى الصدر لحفظ ماء وجهه أمام أنصاره الذين بدى على بعضهم التململ والانزعاج والإحساس بالخذلان بعدما طلب منهم الانسحاب من المنطقة الخضراء تاركين وراءهم قتلى وجرحى كانوا ضحية صراع حزبي ومزاج سياسي ليس أكثر وبعموم المشهد لن تأتي الانتخابات الجديدة بحل لمعضلة تدوير الطبقة السياسية فنتائجها مهما كانت ستضع الإطار التنسيقي والتيار الصدري في حلبة الصراع مرة أخرى وبالتالي استمرار ترهل العملية السياسية وتفاقم تخبطات أحزابها أي مراوغة سياسية جديدة هي مجرد إطالة لعمر الأزمة وتأخير لصراع دموي وشيك ظهرت بوادره في ليلة الدامية التي شهدت معارك حقيقية بين الميليشيات ترجمة نانسي قنقر